إذن حولنا التطورات الجارية في لبنان رحمي ضيوفي من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان من بيروت الكاتب والباحث السياسي مكرم رباح وينضم إلينا من رام الله المختص بشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد أهلا بكم جميعا سأبدأ بضيف من بيروت سيد مكرم هل تعتقد أن لبنان في ظل التصعيد غير المصبوق الجاري حاليا وكثافة الغارات الإسرائيلية والهجمات أمام مأزخ قد يصعب حله قريبا أولا هناك خيارا وحيدا أمام الدولة اللبنانية والشعب اللبناني ومن ضمنهم حزب الله إن أرادوا أن يبقوا ضمن هذا الوطن وهو الوقف الفوري لإطلاق النار وهذا شيء أساسي لأجل إنهاء حالة القتل والتشرد والتهجير الذي تحصل وهذا شيء للأسف لا يمكننا أن نساعد هؤلاء العالم ولا نبنى بعملية إغاثة في ظل هذا الحرب المستمر المشكلة الأساسية هنا بأنه بالرغم من شدة الضربات العسكرية الإسرائيلية أعتقد بأن شراسة العمل العسكري هو بسبب التغطية الدولية لفكرة أساسية بأن نتنياهو يدعي بأنه يريد أن يعيد أهالي الشمال الإسرائيلي ولكن في الواقع أن المجتمع الدولي قد اتخذ قرار إلغاء حزب الله وهنا إلغاء حزب الله يعني بهذه المرحلة بالزاد أن يقضي على كل قياداته العسكرية ولكن باستمرار هذا الضرب لمواقع عسكرية تابعة لحزب الله في بيئة مدنية هذا يعني المزيد من القتل ومن هنا على الدولة اللبنانية أن تبدأ أولاً بموضوع جداً سهل انتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة وتطبيق الدستور وهنا أعني بالـ 15-50 القرار الدولي 15-50 هو في صلب الدستور اللبناني أي احتكار الدولة للسلاح ومن نفس الوقت الطلب من حزب الله ومن مقاتلي حزب الله أن ينضموا إلى الدولة بطريقة استيعابية ويصبح هذا السلاح جزء من أجهزة الأمنية والجيش اللبناني هذا الطرح هو الطرح قد يبدو غير منطقياً أو نوع من طرف ولكن هذا هو المطلوب نعم طيب أستاذ عمد أبو عواد برأيك كيف يفسر هذا التصعيد في السلوك الإسرائيلية قضت على معظم القيادة العسكرية لحزب الله وتواصل تكثيف الغارات لهم تبعنا الكثير من الغارات ربما أكثر من عشر غارات في أقل من خمس دقائق في السورة وهو مختلفة من لبنان التحية لك أستاذ طارق لضيوفك الكرام يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة بأن هذا التصعيد الحاصل اليوم من قبل إسرائيل ضد لبنان مرتبط بعدة أمور الأمر الأول بأن إسرائيل في تعاطيها مع لبنان في تعاطيها مع حزب الله هي منذ ما يزيد عن سبعة عشر عاما تجمع معطيات بيانات وتحاول أن تبقى تتجسس على هذه المنطقة بشكل كبير وبالتالي لم تكن المسألة مسألة هل ستكون حرب مع لبنان إنما متى ستكون هذه الحرب وبالتالي إسرائيل كانت تستعد لها الأمر الثاني هناك حالة من النشوة الكبيرة الآن في الداخل الإسرائيلي بعد سلسلة من الإنجازات الكبيرة دعنا تذكر أستاذ طارق قبل شهر من الآن كان هناك سيل من المعارضين ضد الوصول إلى حالة حبية مع لبنان وتصعيد مع لبنان والذهاب باتجاه حرب برية منذ تفجيرات البيجر إلى اليوم هناك نشوة إسرائيلية الكل يحاول أن يكون أب لهذه المسألة وأب لهذه النجاحات الكل يصاعد من يمين التنية ويقول سنذهب أبعد من ذلك قالنت يقول سنصل إلى كل من يود أو يرغب بإذاء مواطني إسرائيل حتى إيلي كوهن وزير الطاقة يقول سنغير الاتفاق المائي مع لبنان هذه النشوة بطبيعة الحال بعد سلسلة الإنجازات تدفع إسرائيل الآن إلى المزيد من العمل العسكري ضد لبنان وإلى المزيد من الضغط اليوم في إسرائيل لا يوجد حقيقة رؤى في إطار مخالف للرؤية الذاهبة باتجاه الضغط اليوم في إسرائيل هناك رؤية تريد الضغط إلى مال نهاية وهناك رؤية تريد الضغط حتى الوصول إلى تفاهمات سياسية معينة بمعنى أضغط أن الكل الإسرائيلي اليوم مجمع بشكل واضح وبشكل جلي على ضرورة استمرار الآلة الحربية ضد ببنان وذعني أضيف وأقول بأنه ما حصل خلال الأيام الأخيرة أعطى بن يمين نتنياهو دفعة سياسية في الداخل الإسرائيلي لأول مرة منذ السابع من أكتوبر يحصل الليكود على 25 مقعد في استطاعات الرأي قبل قليل نعم كان على حساب بن كفير وسموتريتش بمعنى اتلاف الحاكم هو الذي يخسر لكن الليكود يرتبع بفارق كبير لم يكن منذ القبل وبن هنا النشوة الحاصلة حاليا باتجاه هذا الدعم الكبير تدفع بن يمين نتنياهو إلى المزيد من الاستمرار لا يوجد على الطاولة الآن خيار بالنسبة للحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بالتوقف هي تريد الاستمرار وتريد بالمناسبة تحقيق أهداف أبعد من هدف إعادة السكان إلى الشمال أنا بظن حتى لو تم التواصل إلى اتفاق حالي يفضي إلى وجود مرحلة من الهدوء وتتفرغ إسرائيل للجبهة الجنوبية الجبهة الشمالية سيأتي لها الدور هذا هو الفكر الإسرائيلي الاستيطاني الذي يريد استمرار حالة التصعيد في المنطقة استمرار حالة الاعتداء واستمرار ربما حالة توسيع إسرائيل كما يعتقد بن كبير وسموت ريش وما يمكن قوله بأن مرحلة التصعيد ربما ستشهد المزيد خلال الأسابيع والأيام القليلة المقبلة على وقع هذه النشوة وهذه الإنجازات في ظل واضح الولايات المتحدة الأمريكية تصرح بأنها لا ترغب بحرب شاملة لكن على الأرض توفر كل أسليب الدعم لإسرائيل وبجملة أخيرة أيضا إيران التي تدعم حزب الله من الواضح بأنها غير مستعدة إلى الذهاب باتجاه حرب تشارك فيها بنفسها وهذا ما يجعل بالنسبة لإسرائيل الملف ربما أكثر سهولة في التعاطي خلال المرحلة العالية إذا نلسنا لرأي من طهران مع الدكتور محمد صالح صديقيان يعني فيما أنظار الدكتور تنتجه إلى اللبنان وما جرت خلال الأيام الماضية الأنظار كذلك تتركز على إيران وهناك العديد من التسألات فيما يتعلق بالموقف الإيراني ما هي مقاربة إيران اليوم لما يجري في لبنان تحية لك أستاذ طارق وإلى ضيوفك والمشاهدين بالتأكيد هناك مواقف محرجة جدا بالنسبة إلى إيران إيران في زاوية لا يحسد عليها إيران تريد نصرة الشعب الفلسطيني تريد الانتقام لانتهاك سيادتها الوطنية عندما اغتيل إسماعيل هنية إيران تريد الآن انتقف وهي واقفة مع حزب الله في لبنان لكن المشكلة أن هناك أهداف ونتائج يريدها نتنياهو في الحالة راهنا وهذه الأهداف التي يريدها نتنياهو هو توسيع رقعة الحرب من على منصة الأمم المتحدة قال بشكل واضح بأنه يريد أن يوسع نطاق الحرب ويجعل الحرب شامل على لبنان من أجل إسقاط حزب الله وبالتالي هو يعلم جيدا بأن عملية إسقاط حزب الله معنى ذلك بأنه يريد جر إيران إلى مواجهة مباشرة مع الكيان الإسرائيلي وبالتالي هو يعلم أيضا بأنه إذا ما دخلت إيران الحرب مباشرة مع الكيان الإسرائيلي بالتأكيد سوف تكون الولايات المتحدة إلى جانب الكيان الإسرائيلي وهذا معنى تحقيق الأهداف التي يريدها نتنياهو باستدراج الولايات المتحدة وإيران وبالتالي أن تكون هناك حرب مباشرة بين إيران والولايات المتحدة وهذا ما يريده نتنياهو من أجل الخلاص من هذه المشكلة التي وقع فيها من خلال غزة. وبالتالي الإيرانيون الآن هم يحاولون بعد كل الذي حدث في لبنان وفي بيروت. في الضحية الجنوبية من بيروت. يريدون أن يعيدوا الوضع إلى طبيعته. اغتيال الشهيد حسن نصر الله كان خسارة كبيرة. سواء كان لإيران. سواء كان لشعب اللبناني. للمقاومة بشكل عام. وللمحور المقاومة التي تدعمه إيران. وبالتالي الآن يراد إعادة تنظيم العلاقة بين طهران وحزب الله. هذه رقم واحد. رقم اثنين. إعادة صفوف حزب الله السياسية والعسكرية. بعد كل الذي حدث خلال عشرة أيام الأخيرة. وأنا أعتقد بأن هناك اجتماعات حفيثة بين إيران وبين قيادة حزب الله. وربما هذه الاجتماعات اليوم كان هناك اجتماع لمجلس الشورى البرلمان. اجتماع آخر للجنة السياسية والأمن القومي في البرلمان الإيراني. وأيضا كان هناك اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني الأعلى. وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك قرارات مهمة قد اتخذت. وهذه القرارات تم إبلاغها إلى قيادة حزب الله. ويبدو بأن هناك أفضلات مكثفة. وحتى زائرين أيضا من إيران زاروا لبنان من أجل التفاهم حول ترتيب الأوضاع. أوضاع حزب الله في الضاحية الجنوبية وفي جنوبه. دكتور إذا كنت تسمعوني. مثل ماذا قرارات قد تغذت. طالما أنك مطلع على بعض الاجتماعات التي عقدت. حقيقة الإيرانيون يستخدمون الآن قاعدة الغموض الاستراتيجي. ولا يتحدثون عن المرحلة المقبلة. ماذا يمكن لهم أن يفعلوا. لكن عندما نسألهم ما هي القرارات التي اتخذت. يقولون بأن كل الإمكانات التي تمتلكها إيران وضعت تحت قيادة حزب الله. وهم حزب الله أو قيادة المركزية لحزب الله تستطيع أن تختار الآلية التي يمكن بها مساعدة حزب الله مساعدة الشعب اللبناني مساعدة النازحين ومساعدة هذه الأضرار الكبيرة التي ينفذها الكيان الإسرائيلي بقصف المدنيين وقصف البنايات السكنية وتهجير الآلاف من سكان الضاحية الجنوبية أو سكان الجنوب لبنان. نعم طيب. سيد مكرم من لبنان من بيروت برأيك اليوم بعض الضربات القاسية التي يمنح بها الحزب قبيل اغتيال الأمين عام الحزب الله ثم اغتيال الأمين ومعه من رفاق وقادة العسكريين القدرة على الاستمرار أي استمرار حزب الله في المواجهة مع سرائيل مع غياب قيادات بارزة باتت هذه الأسئلة استرح بشدة عن حدى أمكانية أن يستمر بالحزب بنفس القوة وبنفس التصميم لكن الآن يبدو أن الوضع مختلفا تعتقد أنه السايمي الأكثر لأن يكون يضع مصلحة لبنان أولا وقبل كل شيء؟ بالحقيقة أنا أتمنى لو كان هذا الموضوع مطروح إن كان حزب الله يقص بعين اعتبار المصلحة اللبنانية لما كان وصل إلى هنا وأعتقد بدرغم أن التركيز على أن قتل حزب نصر الله قد حصل عبر ضربة عسكرية إسرائيلية أعتقد بأن مقتلت حزب نصر الله وكل هذا محور المقاومة هو لأن سردية هذا المحور قد سقطت كما ذكر أستاذ صديقيان من طهران صحيح هم يدعون هذا الغمود استراتيجي ولكن هذا الغمود استراتيجي غامض كذلك على القيادة الإيرانية هذه الفكرة بأن يستطيعون أن يرمموا هذه الهيكلية العسكرية هو ضرب من الجنون لسبب جدا بسيط التفوق الإسرائيلي ليس تفوقا تقنيا هو بشكل واضح تفوقا سياسيا استطاع نتنياهو بعقرياته الشريرة هنا بأن يستطيع أن يرمم علاقته مع المجتمع الدولي وبغض النظر إن كان هو يملك أعداء في الداخل هذه الفكرة بأن جالان كان يختلف هو ونتنياهو وكان هناك مشكلة بين وزير الدفاع ووزير الدفاع الذي كان يختلف وهنا اتفق مع الضيف من رمالة بأن الموضوع كانت توقيت وليس إن كانت التحدي الشمالي موجود أو لا الإيراني قد برهن بأنه مجرد كلام ولا يقوم بأي طريقة بأي خطوة فعلية قد ترك أحد أهم الفصائل المقاتلة له تنتحر ولم يقم حتى بالدفاع عن كرامته وعن سيادته ما قام به بإطلاق نار وهذه المفرقعات التي أخذت أكثر من عشر ساعات لتصل إلى فلسطين كانت وأوصلت الناس لأن يشكوا حتى بأن كان هناك مؤامرة وهذا شيء لا يستطيع أحد أن يردم هذه الهوة بين الشعب اللبناني الذي بطريقة من الطرق يعتبر أن هناك نوع من مؤامرة بين الإيراني وبين حزب الله أنا شخصيا لا أعتقد هذا الأمر لأن حزب الله ليس بحليفة لنظام الإيراني بل هو جزء أساسي من حال الصور الإيراني وأن حصل نصر الله أهميته ليس بأنه قائدا لميليشيا اللبنانية هو يجلس بهذا المجلس الحرب الذي يتبع محوال الممانعة نعم طيب صاحب عماد بعوال برأيك اليوم بعد تلك النشوال التي يشعر بها أو تشعر بها بإسرائيل في ظل ما طحق خلال الأيام الماضية ما يجري نقاشه بشأن العملية البرية ستكتفي إسرائيل بتكثيف الضربات وملاحقة قادة حزب الله أم أنها ستذهب أعمق من ذلك باجتياح البرية كما تقول عملية برية قد تكون محدودة الموضوع مرتبط حقيقة بالتطورات أستاذ طارق على الأرض تعودنا على إسرائيل بأنها أحيانا تضع أهداف بسيطة ثم تنتقل إلى أهداف أكبر ثم تخفي خطتها الحقيقية لتصل إلى النتائج النهائية التي تريد الوصول إليها إذا ما أخذنا على سبيل المثال ما حصل في قطع غزة خلال الحرب هذه ماذا كانت أهداف إسرائيل وكيف بدأت هذه الأهداف بالتحول وصولا إلى كما قالت وزيرة المواصلات اليوم ميري ريقب مستعدون لصفقة لكن غير مستعدين للانسحاب من محور في نديك وبالتالي في الشمال إسرائيل بدأت من أجل إعادة سكان الشمال عندما بدأت تنجح في سلسلة الإغتيالات وسلسلة ما قامت به بدأت تفكر جديا بتطوير هذه الأداب لكن دعنا نأخذ المسار الآخر بمعنى ردود الفعل التي ستأتي من لبنان هنا قناعة إسرائيلية رغم الضربة القوية التي وجهت لحزب الله اغتيال تقريبا كل قيادته من الصف الأول اغتيال السيد حسن نصر الله الذي يعتبر بالنسبة لإسرائيل العدو اللدود الأهم لكن هناك قناعة بأن الحزب سيقوم بردود وربما تكون ردود أكثر فاعلية خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة وبالمجمل ما يمكن قوله حزب الله لا يحتاج بالمناسبة إلى ربما يعني آلة ثقيلة من السلاح من أجل أن يمنع إعادة سكان الشمال يكفي فقط استمرار هذه الحالة الاستنزافية واستمرار إطلاق الصواريخ بشكل أو بآخر على الشمال من أجل منع عودة السكان واستمرار الترابط مع كطا غزة لكن الإشكالية أن سلاح الجو الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة بدأ بسياسة الأرض المحروقة هجر ما يقارب مليون لبناني من الجنوب بدأ بقصف ممنهج وسياسة قصف السجادة المستخدم الآن في الجنوب اللبناني من أجل تدفيع الدولة اللبنانية الثمن الأكبر ومن أجل أن يدفع الحاضنة في لبنان أن ترفض وجود حزب الله وأن تتحمل هي الأعباء الكبيرة من هنا ما يمكن قوله إلى الآن لا تزال الصورة ضبابية لكن بالنسبة لإسرائيل التصعيد خلال الإسبوعين القام الدمين هو سيد الموقف ستشهد الأيام القليلة المقبلة المزيد من الاستهدافات المزيد من الإغتيالات ودعني أشير بأنه قبل قليل عندما يصرح جو بايدن بأنه سيتواصل مع بن يمين نتنياو خلال الفترة المقبلة ماذا يعني ذلك؟ يعني حتى التواصل من هنا إلى أن يتصل بايدن لبن يمين نتنياو هناك ضوء أخضر للمزيد من هذا العمل ودعني أضيف وأقول ردود الفعل من المجتمع الدولي كانت أقل من المتوقع بكثير شعرت إسرائيل أن لديها حصانة دبلوماسية وأن لديها القدرة على الذهاب بعيدا في خططها في المنطقة من هنا ما يمكن قوله كل السيناريوهات على الطاولة لكن على الأقل ما أرى وأقدر شخصيا بأن مناورة برية على الحدود اللبنانية ستكون خلال الفترة المقبلة سيحاول الجيش الإسرائيلي الدخول ولو لبضع كيلو مترات في انتظار ماذا ستكون ردود الفعل؟ وما هي النتائج على الأرض؟ وإذا وجد بأن الأمور سلسة وبأن الدخول كان أسهل من المتوقع بظن أن إسرائيل ستذهب أبعد من ذلك بكثير وهذه التجربة حاضرة بين عيوننا من خلال ما قامت به إسرائيل في غزة دكتور محمد صالح صدقيان منذ اغتيال أوأل قدأ في حزب الله ثم اغتيال الأمين العام الحسنة والنصر الله والضربات القاسية وما تتعرضه المدر والقرى اللبنانية كانت هناك تعليقات ولا بد أنك في صورة هذه التعليقات بأن إيران لو أنها قامت برد على اغتيال إسماعيل الهنية رئيس مكتب السياسي لحركة عماس لما تحولت الأمور إلى هذا التطورات غير المسبوقة على صعيد الجبهة الجنوب لبنان وأن إيران في سبيل العفاظ على مصالحها وفتح قروات الاتصال مع الولايات المتحدة من أجل رفع العقوبات يمكن لها أن تضحب حزب الله وأن البعض واسمح لي أن أقول ذلك لأن ذلك من بين التعليقات التي نتابعها أن إيران بصمدها وسكوتها قد باعت حزب الله وبالتالي سهلت لإسرائيل عمليات اغتيال قادة الحزب حقيقة مثل هذه المعلومات وهي كثيرة في الساحة اللبنانية تحديدا وحتى في العراق أيضا موجودة مثل هذه التحليلات أو وجهات النظر لكن الغريب بأن بيئة حزب الله والضاحية الجنوبية وكل البيئة الموجودة سواء كان في جنوب لبنان في الضاحية في البقاع في بعلبك الهرمل هذه البيئة تضغط على حزب الله لماذا لا تقصف العمق الإسرائيلي وحتى الآن هناك ضغط كبير تواجه القيادة في حزب الله في لبنان أنه لماذا تدخرون الصواريخ في مخازنهم لكن أليس هو الضغط إيراني في الوقت ذاته أليس هو الضغط الإيراني بشكل محدد نعم الكلام الذي يقول بأن إيران تركت حزب الله هم ليسوا بيئة حزب الله هم أولئك الذين يعارضون أصلا حزب الله يعارضون العلاقة الموجودة بين حزب الله وإيران هؤلاء هم الذين يدفعون بمثل هذه المصطلحات وهذه الروايات بالتأكيد يعني حزب الله عندما لم يستخدم هذه الصواريخ هو لم يريد التأثير على المدنيين في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية من بيروت وبالتالي الإيرانيون أيضا مقتنعين بأن هذا الأمر هي قيادة حزب الله هي التي تقرر ذلك هؤلاء لا يعرفون بالضبط أو يعرفون يريدون أن يقولوا شيئا آخر بأن العلاق طبيعة العلاقة بين إيران وبين قيادة حزب الله هؤلاء لا يفهمون مثل هذه العلاقة العلاقة هي لا تستطيع إيران بهذه البساطة ومن السداجة والبساطة أن نفكر في يوم ما أن إيران تتخلى عن حزب الله أو لم تقف معه في الحادث الذي استشهد فيه حسن نصر الله كان هناك نائب القائد العام لفيلق القدس نيل فروشان وبالتالي هذا شخصية قيادية كبيرة في الحرس الثوري الإيراني كان يشتدع بالشهيد حسن نصر الله ويقدم كل الإمكانيات التي تريدها المقاومة ويريدها حزب الله في لبنان لكن فيما يخص الرد الإيراني ولو كان الرد الإيراني قد حدث بعد اغتيال إسماعيل هنية أنا أعتقد بأن الحساب الإيراني هو محرج حقيقة يعني هو أراد أن ينتقم للسيادة الإيرانية لكنه اصطدم بكثير من العقبات والمحددات التي تتعلق بالتطورات في جنوب لبنان تتعلق بالتطورات في الداخل الإسرائيلي والأهم من كل ذلك التطورات في قطاع غزة لأن البؤرة الأساسية الموجودة حاليا هي قطاع غزة الآن عندما يرفع مثلا نبيه بري رئيس المجلس النيابي اللبناني ويقول بأن وقف اطلاق النار يجب أن يكون في جنوب لبنان وفي غزة وبالتالي هذين المنطقتين مترابطتين هناك ربط ثالث الآن هو مطروح على الطاولة أن يكون هناك وقف اطلاق النار في غزة ووقف اطلاق النار في جنوب لبنان وما لم يكن هذا وقف اطلاق النار لا يعود السكان في الجليل على كما طالب به وكما يريد نتنياهو أنا أعتقد بأن المرحلة المقبلة الأيام المقبلة الساعات المقبلة سوف تتغير فيه الكثير من المعادلات بناء على التطورات الجديدة التي حدثت بعد اختيال الشهيد حسن نصر الله سيد مكرم كنت تهز برأسك أثناء حديث الدكتور محمد صالح صدقيا هذا يعني لديك ربما وجهة نظر مغيرة أو لديك تعليق تفضل أنا ليس لدي وجهة نظر مغيرة والصديق دكتور صدقيا يعرف بأن اختلاف سياسي ولكن الوقاعة تقول بأن هؤلاء الأشخاص الذين تهموا إيران بالتخلي عن حزب الله هي بيئة حزب الله المباشرة هذه الأصوات التي كانت تصرك من الضحية الجنوبية على ردم وعلى أنقاض بيوتهم وعلى جتة أولادهم كانوا مستعدين أن يخوضوا البحر مع حسن نصر الله ولكن الإيراني لم يعطيهم قاربا للنجاة ولا يعطيهم حتى سلاح حتى يستطيع أن يقاتلوا وهذا الكلام بأن بحوزة حزب الله سلاح هذا السلاح هو سلاح إيراني يقوم حزب الله بإطلاقه بناءا لأوامر إيرانية واضحة وهنا لا أنتقس من قيمة حزب الله عندما أقول بأنه يطبع بشكل مباشر لحالة الصورة الإيرانية نحن نعرف طريق حزب الله ونعرف تكوينه ويضاف إلى ذلك بشكل واضح أن الرئيس الإيراني بلسانه المعصول وبنائبه الذي يدعي بأنه من الحمائم حاول أن يبيع ويشتري العرب كما يحاول التاجر أن يبيع سجادة في البزار وكانه واضحا وهذه إهانة للشعب الإيراني وإهانة لإيران فهي تخلت عن الشعب اللبناني الذي تدعي بأنه صديق وهنا أعتقد صداقة بين الشعبين ولكن النظام في إيران لا ينظر إلى العرب وهم لم يأتوا إلى نصرة غزة والشعب الفلسطيني بل تركونا تحت رحمة صواريخ نتنياهو والأسوأ من ذلك تحت رحمة صواريخ هذه الأيديولوجيا الذي لا تقدم ولا تؤخر في هذا الصراع نعم طيب أستاذ عمد قبل أختم هذه الفقرة قدعون ساعر اليوم نتنياهو يوسع لإئتلاف الحاكم بضم قدعون ساعر برأي كمان الذي يحققه ضم ساعر من أهداف لنتنياهو عدة نقاط أولا ضمان استمرار هذه الحكومة حتى العام الفيرو ستة عشرين بمعنى لا انتخابات حتى ذلك التاريخ الأمر الثاني هي ورقة حمراء أخرى للمعارضة الإسرائيلية التي بخسارة ساعر هي تخسر أربعة مقاعد الأمر الثالث تقليل حالة الابتزاز في الساحة السياسية الداخلية الإسرائيلية للحكومة الإسرائيلية التي تعاني من ابتزاز دائما قبل إيتمار بن كفير الذي بعد اليوم لن يعود يهدد هذه الحكومة كونه لن يستطيع إسقاطها على وعلى ذلك إظهار بن يمين نتنياهو على أنه سيد الأمن وسيد السياسة في إسرائيل قدع ساعر الذي خرج قبل سنوات وحلف يمينا على الهواء المباشرة بأنه لن ينضم لأي حكومة يقودها بن يمين نتنياهو يتراجع ويدخل حكومة بن يمين نتنياهو كوزير من دون حقيبة وبالتالي بن يمين نتنياهو بالفعل استطاع مع صحق ساعر صحق الخصوم في الساعة السياسية الإسرائيلية بذكاء المعهود وقدرته وحقيقة طول نفسه في التعاطي السياسي وبالتالي حقق مجموعة من الضربات مجتمعة ليس أقلها القول بأن هذه الحكومة ستستمر بهدوء الآن أنا أشكرك من رامالة المختص بالشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد وأشكر من طهراء مدير مركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صديقيان وضيفي من ميروذ الكاتب والباحث السياسي مكرم رباح شكرا جنزيلا لكم صحيفة الواشنطن بوست تقول إن الولايات المتحدة تحذر من نتائج عكسية للعملية البرية الإسرائيلية في لبنان الملف بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر